بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى عليه وسحبه وسلم. متكملين برضو في المراجعة بتاعتنا على واختصار شديد. عندنا موضوع اسمه. ده موضوع حضرتك درسته في وخلييني يفكرك سريعا بالقوانين اللي تهمنا في الحل بتاعي. كان عندك حاجة اسمها هامش الربح. هامش الربح ده اللي هو ايه? حضرتك. بعت منتج بعشرة جنيه. وكان مكلفك مسلا سبعة جنيه. فانت هامش الربح بتاعي للوحدة الوحدة كام تناة جنيه. تمام? تمام. ده الكنتروبيوشن مارجن برايس نايس باريابل قوصت. اما لو عايز اجيب الكنتروبيوشن مارجن ريشيو كنسبة هقول له سيلينج برايس. مينس باريابل قوصت على سيلينج برايس. حلو? ده كلام جميل. طيب. عندي قانون برضو البريك ايفن بوينت. البريك ايفن بوينت بلي يونت وبالدولار. بلي يونت عبارة عن ايه? عبارة عن مقسوم على الكنتروبيوشن مارجن يونت. ده البريك ايفن بوينت اللي انا عايزه كعدد وحدات. يعني ابيع كام وحدة? ابيع كام وحدة? عشان خاطر اقدر اوصل للتعادل. بحيس يكون اجمال الايرادات بيسوي اجمال المصروفات فالبروفيت بتاعي او الوبريتنج انكم بتاعي يكون بزيرو. يعني انا لا كسبان والخسران. ابيع كام وحدة? عشان خاطر ساعتها. ابيع عارف ان انا محقق زيرو اوبريتنج انكم. مش محقق اي مكسب خالص. فباخد الفيكس الكوست اقسمها على الكنتروبيوشن مارجن باريونت. طيب. لو انا عايز اعرف الرقم ده بالدولارات. اعمل ايه? اخد الفيكس مقسومة على الكنتروبيوشن مارجن ريشيو. تمام? تمام جدا. دول اللي يهموني في الموضوع بتاعي. تعال نشوف مسألة ونشوف الدنيا. سألة عن لاب. انا مديني الفيكس باتنين وسبعين الف. اليونت سيلنج برايس تمانين. الفارياب القوص باليونت اتنين وتلاتين. الخمسة وتلاتين الف. بيقول لي بقى المطلوب ايه? يونت كونتروبيوشن مارجن. طبعا ايه دي مطاليب تحت ايه? بس خلين الاول اطلعها لك هنا. يعني يعني عبارة عن ايه? سيلنج برايس تمانين. نقص فارياب القوص اتنين وتلاتين. هيطلع عندك بتاعك كام تمانية واربعين. يعني الخالات دي المفروض هتحط فيها كام تمانية واربعين. عشان هنحتاجك كمان شوية. طيب الكنتروبيوشن مارجن بير سنتج يعني الكنتروبيوشن مارجن ريشيو عبارة عن ايه? سيلنج برايس على سيلنج برايس. تمانين ناقص اتنين وتلاتين على تمانين. الناتج هيطلع كام ستة من عشرة. حلو. حلوة قوي. طيب البريك ايه فين بوينت باليونت عبارة عن ايه? عبارة عن الفيكسد قوست. الفيكسد قوست اللي هي اتنين وسبعين الف. مقسومة على الكنتروبيوشن مارجن بير يونت. يعني هقسم اتنين وسبعين الف على تمانين. لما اقسم اتنين وسبعين الف على تمانين هيطلع عندك بتاعي كام? الف وخمسمية. الف وكم وخمسمية? طيب. لو عايز اجيبي البريك اجيبي ازاي? اخد الفيكسد قوست على الكنتروبيوشن مارجن ريشيو. يعني هاخد الاتنين وسبعين الف على ستة من عشرة. تمام? تمام. هيطلع عندك بتاعك كام مية وعشرين الف. هل? دول مطلوبين اتنين هو مش هيحتاجهم باركام. هيحتاجهم برموز. اه مش هتفرق يعني. تعالي نشوف بلأ سئلك بيقول لك ايه? بيقول لي ازا عبارة عن ايه? اللي انا سنطلعها كام? اتنين واربعين. ايه تمانية واربعين اسف. اهي تمانية واربعين. ناقص طب الكنتروبيوشن مارجن احسبه ازاي لو بنظام الخلايا. بنظام الخلايا. عبارة عن حاجتين اتنين. بي اتنين ناقص بي تلاتة. يبقى علامة الاكول الجميلة بتاعتي. بي اتنين ناقص بي تلاتة. اهو. اللي هو كام يعمل? اللي هو تمانية واربعين. طيب. عايز يحسب الكنتروبيوشن مارجن ريشيو بالخلايا. اقول له عبارة عن بي اتنين ناقص بي تلاتة على بي اتنين. تمام? تمام. او حل تاني خالص. مش انت بتقول ان هو عبارة عن سيرينج برايس. ناقص. ناقص. مقسوم على سيرينج برايس. اه. مش البص ده يوصل بيه يعني اه. يبقى على سيرينج برايس. فالاجابة اللي عندك الوحيدة هتلاقيها هو طبعا يتستطيع عشرة. بس الاجابة هنا بقى بالخلايا عبارة عن كام? هذه النتج على طول اللي هو تمانية واربعين ده. اسمه على اتنين وثلاتين. يعني اخذ الكنتربيوشن مارجن بريونت اسمه على سيرينج برايس. بعد ده اللي جاي بتقولك ان هي بي ستة مقسومة على بي اتنين. اهو. بي ستة مقسومة على بي اتنين. اللي هي محمود هو البي ستة دي يا جماعة عبارة عن ايه? عبارة عن الكنتربيوشن مارجن بريونت اللي هي اصلاها ايه? سيرينج برايس ناقص بريابل بوست. خدها على الجاهز. ما عندش اجابة غيرها. تمام? تمام. فاخد الكنتربيوشن مارجن بريونت جاهز اسمه على السيلينج برايس وقضي الامر على ذلك. حلو? حلوة او. بيقول لي اهد البريك ايفن بوينت بليونت. انا لسه هيلك علينا وقبقى في خمسمائة. طب هتقولي بقى بالاكسيل عبارة عن ايه? قلت لك عبارة عن الفيكسد كوست اللي هو اتنين وسبعين الف اللي هو تحديدا يعني بي واحد مقسومة على الكنتربيوشن مارجن بريونت اللي هو بي ستة. يبقى بي واحد على بي ستة اهو. تمام? تمام جد. طيب اللهم اصال على سيدنا محمد. المطلوب اللي بعده كان ايه? كان عايزها بالارقام. عايز بريك ايفن بوينت بالدولار. قلت لسه حاسبه لك برضو ان هو بمئة وعشرين الف. طب عايزين يجيبه بقى بالخلايا. هنقسم الفيكسد كوست على الكنتربيوشن مارجن ريشيو. الفيكسد كوست اللي هو بي واحد على الكنتربيوشن مارجن ريشيو اللي هو كام ستة من عشرة اللي هو بي سبعة. بي سبعة. اهو. طيب يونت سيلز فور تارجت بروفت خمسة دقاتين. ده القانونين بتوع حاضرتك اللي هو يونت تو اتشيف بروفت. والسيلز تو اتشيف بروفت. اللي هو عبارة عن ايه? عبارة عن الفيكسد كوست. اه اتهارينا من قول من قولنا الكلام ده. في في الكوست اكاون. الفيكسد كوست اما ده هيبقى زائد خمسة وتلاتين الف مقسوم على مارجن ريشيو. حلو. الفيكسد كوست في المسألة بيمثل البي واحد. زائد. اللي هو عايز حقق كام? عايز حقق تارج بروفت خمسة وتلاتين الف. يبقى اقول له بي واحد زائد بي اربعة. ده في البسط. بي واحد زائد بي اربعة. يبقى هنا بي واحد زائد بي اربعة. مقسوم على مين? على الكنتروبيوشن مارجن بليونت. الكنتروبيوشن مارجن بليونت كنت حاسبه بكام? كنت حاسبه بتمانية واربعين. يبقى اقول له بي واحد زائد بي اربعة. كل ده مقسوم على كام على بي ستة. دي اللي هجيب بيها اليونت سيلز فور تارج بروفت اف خمسة وتلاتين الف دولار. تمام? تمام. طيب لو عايز اجيب بقى الدولار سيلز اعمل دي اقول له نفس اللي هو بي واحد زائد التارج بروفت اللي هو خمسة وتلاتين الف اللي هو بي خمسة. يبقى بي واحد زائد بي خمسة. مقسوم على الكنتروبيوشن مارجن بيرسنتج اللي هو ستة من عشر. فقسم على بي سبعة. وصلت? اظن كده الدنيا سال. اهو. على بي سبعة. ده برضو كان سؤال في الامتحان. احنا في الفيديو اللي فات. اتكلمنا على شرح النقط من واحد لحد ستاشر. بليني اوريك. من واحد لحد ستاشر. اهو. مسألة ايه? عشرين واحد وعشرين. حالينا من واحد لحد كام ستاشر. حل? طيب وبعد كده كان من كام لكام من زي ما كتب لك كده هوا. من سبعتاشر لحد ستة وعشرين. يبقى عندك سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين وعشرين 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 عشر اسئلة. عال بريكي في المدين. انت كده معك ستة وعشرين نقطة في تلت موضوعات. بساط جدا جدا جدا. اسهل مما تتخيل. تمام? فركز كده والموضوع البسيط. انت اصلا درست في الكوستا اكاونتين فالموضوع سهل. ما فوش لف وضغران على حاجة يعني. وان شاء الله خير بإذن الله. بساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرا في القناة وشغل زر الجاس وصالة كل جديد. صلى على نبي القلبك. واسكر الله يا حبيب قلبي يا الله سلام.